السلام عليكم وليكيب شادركم بخير شادركم اللي احبكم سيد اميتا تاريخ وجغرافيا راني بقوة معكم في الفيديو هذا الاختراح ما رانيش نخليكم قاتر يا حوليكي فيديو مول فيديو هكذا باش نكملو ان شاء الله و باش نافنسيو ملاح و باش جيبتها علامة كاميلة و راني دال في كنفيانس باللي تجيب علامة كاميلة تسمى شوف غير مكلات بلعطة ان يترح منه ولا منه زي ما يقول لي غلط في هادي و هادي والو علامة كاميلة و الباك علامة كاميلة لازم نوصلوا و نرى نحبي لي كيب صدقوني غر شوف نحب دايما نشارككم تجربة شغول تائي نشارك تجربة ديالي معاكم شوف في العوام قاع اللي قريت فيهم دايما نستنتج حاجة انو الانسان اللي ما يحتروح في ضغط ولي يقرأ آلاز يعني يقرأ ديبو داني حتى الفنداني برك آلاز مش يحتروح في ضغط وقدر يجيب الباك افك مونسيون تسمى أقرأ نورمال بلاعقل من ناحتي الفندان ان شاء الله وش يسميوك ناجح مهمتني اراك ناجح ان شاء الله ما تقلق شروحك اروح معايا اليوم احنا ان شاء الله بإذن الله الفاكالوريا الفين وخمسة وعشرين هندلوكم اول حصة في الجغرافية و ارايه هنا يوم شوفوا لي كيف بالجغرافية قررت اني نبدال لكم بالمصطلحات باش كيتفهم مصطلحات باش انك يكون شرح في الدرس دايما يتخلط لك وولو ما تقولش هادي الكلمة وشنوها ولا ديمنا ويجيب فيها ولا كده ولا دبا اكمايا صاح اهم المصطلحات اللي تلقاهم في الدرس الليول فيديو هذا رح يكون خفيف تحكموا من دك اكذا ساعد رب عليك الله تحفظ المصطلحات ديولك مركهم في ورقة ولا دير كاي ولا وتبقى معايا ان شاء الله فيها اخر اول مصطلح احنا ندرس الليول يقراه في الجغرافية واسمه اشكالي التقدم والتخلف والدرس الثاني اسمه المبادلة التجارية عندكم الفصل الليول زوج دوروص بعدها ما كان في الجغرافية همايا قاع الشوعب كل شوعب عندهم زوج دوروص درس الليول اسمه التقدم والتخلف والدرس الثاني اشكالية المبادلة وتنقلات في العالم كيف الدرس الليول قبل ما قرأوها لازم نعرفه حاجة اسمها التقدم ما معنى التقدم قولوا الظاهرة اقتصادية واجتماعية تعدل على الحالة الجيدة والمزدهرة التي تعيشها دول الشمال في جميع المجالات نحن يوم البكري قرأو نبل الشمال متقدم والجنوب متخلف لكن ما معنى كلمة تقدم تقدم هو ظاهرة يمثل المجال الاقتصادي ويمثل المجال الاجتماعي نعطيك مثل تكيت رحمة تلك الولايات المتحدة الامريكية تلقاهم اقتصاديا دول قوية عندهم شركات كبار حالة الاقتصادية تلقاها جيدة حالة الاجتماعية الدخل فردي ناس حالة خلص ناس كيفاش عيشها كيف كيف تلقاها حالة اجتماعية جيدة نقول الظاهرة اقتصادية واجتماعية تدل على الحالة الجيدة والمزدهرة الازدهار التي تعيشها شكون مجموعة دول الشمال في جميع المجالات يعني جميع المجالات دول هم قاهم مجالات مزدهرة صحة تخلف وظاهرة اقتصادية واجتماعية نفس الشيء بل كهنا مش حدل لكب حد تعكس تخلف وظاهرة توجه الاقتصادية واجتماعية في بلاس جيدة وش عندي لكب عندي سيئة هنا تدل على الحالة الجيدة هنا تدل على الحالة السيئة والمتدهرة اذا كان هناك ازدهار معنا هناك تدور التي تعيشها اذا هنا عندي شمال هنا عندي جنوب التي تعيشها الدول الجنوب في جميع المجالات اذا الحاجات سهلة بزيع بزيع براتيك تقدم ضاهرة اقتصادية واجتماعية قاوم بتدول على الحاجات الجيدة ومزدهرة لكي نعيشها الدول الشمال وين في جميع المجالات تدل على الحالة السيئة ومتدهرة عكس دول الجنوب في جميع المجالات كيف ها ما تحفظها هذي كيف أعطيني تبسط حتى مثلتها وله أعطي طريقة مبسطة patch اكتر من هذه ما كاش شكون هي دول شمال اقولوا عليها مجموعة الدول اول شرط مجموعة الدول الواقعة لحد الموقع تحها شمال الكورة الارضية صاحة تعرفوا بالازدهار والتطور بسكوا علاش احنا يا الدول شامل خرجوها من التقدم احنا مقبليك اهدرنا على التقدم قلنا الدول واقعة في شامل مع انت كي سقسيك على الدول شامل واشد انت اعكس يا الدول متقدمة فهمتني صاحة مجموعة الدول واقعة شامل الكورة الارضية تعرفوا بالازدهار والتطور اضافة الى استراليا ونيوزيلاندا وعلش نقولوا اضافة الى استراليا ونيوزيلاندا بسكوا احنا قلنا مجموعة الدول واقعة شامل الكورة الارضية لازم تعرف بلي استراليا ونيوزيلاندا هي الدول جاية في الجنوب تحتها بسها هي عبارة عن دول متقدمة فهمتني فعلا بيقولوا اضافة الى أستراليا و نيوزيلند إذا كون مجموعات الدول الشامل قرية بشامل الكرة الأرضية تعرفوا بالإزدهار والتطور إضافةً إلى أستراليا و نيوزيلند علام الجنو إذا كان ال uncomfortable مجموعات الدول الواقعة انت amazing دة الان كمية تعرفوها كامل وقدمون هذا Wiras سوف أحدiene فجحة مصر حديثة الاستقلال الهند حديثة الاستقلال تونس حديثة الاستقلال يأتي من الجنوب كل هذه الدول حديثة الاستقلال تعرفوا بالتخلف كما أغلق وإستثناء بالك تغلط ما عاد أستراليا ونيو زيلاندا لماذا؟ فسكوا أستراليا ونيو زيلاندا جيين في الجنوب صح؟ وش قلنا عليها مقبل؟ قلنا عليها بلا هي دول متطورة ولا تنثمي إلى عالم الشامل إذا شكونا عالم الجنوب؟ بجموعة الدول الواقعة جنوب الكرة الأرضية حديثة الاستقلال تعرفوا بالتخلف ما عاد أستراليا ونيو زيلاندا صح؟ الدخل الفرطي روح يسكسيوني فرطي يقول لي ما معنى الدخل الفرطي؟ هو حاصل قسمة هو حاصل هنا لازم تفهمني تبقى معي غرب العقل مش حاجة كبيرة هو حاصل قسمة الناتج الداخلي الخام على عدد السكان نروح غرب العقل صح؟ الجزائر دخلت مئتين مليار صح؟ عندها الجزائر مثلا عشرين مليون نساعة تقسم الجزائر مئتين مليار على عشرين مليون هادي مليار على عشرين مليون نسامة راح يخرج لها هناك حال الدخل الفرطي فهمتني؟ سمى الدولة واشتوف كيفاش نخرجوا الدخل الفرطي؟ شوفوا قاوش دخلت الدولة في العام هك معي؟ داخليا محبول مش خرجيا مش دخلت الدولة قاوش في العام هك معي؟ ونقسموها على عدد السكان هنا يعطينا الدخل الفردي الواحد يعني الواحد حالي صح له هذا الدخل الفردي واش نقول عليه؟ يكونوا مرتفعاً أو منخفضاً وعليش يكون مرتفعاً أو منخفضاً؟ حسب تغير عدد السكان والدخل الخام الدخل الخام يعني هو تعدوله إذا عدد السكان زادوا إذا عدد السكان زادوا والمدخل تعد الدولة ما زادوش تزموها وش حسرا؟ الدخلت ينقص إذا أنتاصرحت لك إذا أنت العمل فات كانت دخل الفردي التاعك ماتناها 5 ملايين وعدد السكان زادوا ترحد الدولة درهمها ما زادوش هك معي ويقدر يزيد وقتلش يقدر يزيد إذا الدولة دخلت بيزاف درهم وحدد السكان ما زادش هنا يقدر يزيد سيبوصاً قولو ويكون مرتفعا أو منتفعا إذن هو حاصل قسمة تحفظها هكذا هو حاصل قسمة تعمل وش نقسمه؟ هو حاصل قسمة الناتج الداخلي الخام على عدد السكان ويكون مرتفعا أو منخفضا حسب تغير عدد السكان والدخل الخام أو الناتج الخام يعني هذا من فهم؟ صحة الدخل الوطني ذكر حدما داخل الدولة وكيف نحسبوهم؟ قلوا هو مجموع الدخل الذي تحققه عوامل الإنتاج أروح ما معنى عوامل الإنتاج؟ مؤسسات الاقتصادية على الخدامة تعدادون مع عوامل الإنتاج مثلا جزائر عوامل إنتاج الجزائر شركة سونطراك من عامل من عوامل إنتاج οι رجيري الخطوط الجوية الجزائرية عامل من عامل من الإنتاج فهمتني؟ نقوله ومجموع الدخل الذي تحققه عوامل الإنتاج داخل الدولة صح إضافة إلى المداخل التي تأتي من الخارج دخل الوطني دخل الوطني تقول لي انت الدراهم الذين يدخلوهم هنا زائد الدراهم اللي نجيبوهم من بره او حبس من يجو الدراهم من بره؟ كي ينزوج حاجات يجيبو لك الدراهم من بره المهاجرين جيبوا معهم دراهم يصرفوهم هنا حاجة تانية الاستثمارات تكون عندك شركة جزائرية تخدم بره يجيب لك دراهم للجزائر ولا رجال اعمال جزائرين يخدموا بره ويجيبو دراهم للجزائر اذا ما هو الدخل الوطني؟ هو مجموعة الدخل الذي تحققه هو عوامل الانتاج وين تحققه؟ داخل الدولة اضافة الى المداخل التي تأتي من الخارج كيف يجيب المداخل من الخارج؟ المهاجرين زائد الاستثمارات تبسيط كثير من الاكداء والله ما نقدر انا بزفور انا انقصر الميزان التجاري هو الفرق بين قيمة الصادرات والواردات في دولة معينة خلال سنة معينة لديك صادرات والواردات في دولة معينة خلال سنة معينة ميزان تجاري شوفوا الدولة اشتصدرت اشتستوردت قيمة الصادرات قيمة الواردات اذا كان الدولة صدرت صدرت بزاف واستوردت شوية قلوا هذه الدولة عندها عندها صائد في الميزان التجاري اذا الدولة استوردت بزاف وصدرت شوية قلوا هذه الدولة عندها عجز في الميزان التجاري اذا تساود الصادرات والواردات وصدرنا قيمة الصادرات هي نفس القيمة الواردات قلوا هذه الدولة عندها توازن في الميزان التجاري اذا حاجة سهلة بزاف ميزان التجاري هو الفرق بين قيمة صادرات الواردات في دولة معينة خلال سنة معينة مؤشر تنمية البشرية أحد مؤشرات التي تقاس بهالتنمية في الدولة أو في دولة معينة صحة تبع معي هنا يا تبعني وشمع أنت مؤشر تنمية البشرية نروح للدولة نقيس بهالتنمية أسكي البلاد هذه أفونسات ولا لا لا كيفاش نقيسه تبعني فيتم دراسة كل من وش نقيسه نسبة الولادات أما للحياة عند الولادة أسكي البلاد هذا يعيش ولا لا لا صحة نسبة التامضرس ومتوسط الدخل الفردي صحة شوفوا نحكمه دولة شوفوا نسبة الولادة تحرق أسكي ملاح ملاح بزاف ملاقلال متوسطة ثانيا الأطفال اللي يزيدوا في هذه الدولة يقدروا يعيش ولا يموتوا كيفاش يقدروا يعيش ولا يموتوا مراض ماشي مراض دولة هذيك عندها ليفاكسة ما عندها شبه همثني صحة ثالث حاجة هذو الدراليكي يكبروا يقرأ ولا ما يقرأوش تامضرس ترابيح حاجة ما الداخل الأفرد في هذه الدولة ملاح ولا لا 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 كنت جمعوا هذو وقع راح نخرجوا واحد القيمة تكون القيمة هذي بين صفر وواحد هذي هي اللي نسميوها مؤشية تنمية البشري إلا لقيناه طالع صفر فاصل تسعة صفر فاصل ثمانية صفر فاصل سبعة ونقوله مؤشية تنمية راهو جي راهو ملاح إلا لقيناه صفر فاصل صفر واحد صفر فاصل صفر تنين ولا هنا مؤشية تنمية راهو ضعيف صفر فاصل صفر نجولي هنا مجموعة سبعة كين هذو يجب تحفظون تحقون في الخريطة كيف يقول لك شكون مجموعة سبعة جي ست وحد الوقت يسميوها جي ويت وان سحبت منها روسيا ولو يسميوها جي ست شكون جي ست مجموعة الدول الصناعية الكبرى في العالم وترتكون من الولايات المتحدة كندا اليابان صفر شفائلة لها ثلاث دول باسكولرامجيين سهلين بشتحفظهم ماريكان كندا اليابان عود لي الماريكان كندا اليابان سايضيني الاستعمار تقليدي قررتوهم معا في فالطوف لي فيديو تالتاريخ قررتا كون استعمار تقليدي فرنسا وبريطانيا سايضة بريطانيا ماريكان كندا اليابان سايضة بريطانيا سايضة بريطانيا سايضة زوج دول موروبي من الأنظمة اليابان سايضة الجونات الآن الطريقة والضخرة ثم نجح لانتمال الك Volkswirtschaft ويريد المتحدة كندا السايضة بخمزات راهو أعطيني الأنظمة اليابان ألمانيا، إيطاليا واليابن أرديني إستعمال تقريدي؟ فرنوصا وبريطانيا هل هم مجموعة السبع الدول الصناعية الكبرى في العالم هذه المجموعة الثانية هي مجموعة البريكسة البريكسة عندما نسميها هي مجموعة الدول الصاعدة اقتصاديا وهي البارازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا هنا من خرجونا كلمة بريكس جابوا حرف B من دولة البرازيل حرف R من دولة روسيا حرف E من دولة الهند حرف C من دولة الصين وحرف S من جنوب إفريقيا برازيل، راشا، انديا، تشينا وصوف أفريكا خرجونا كلمة البريكسة الدول المتقدمة هملك لك بوليك المتحدة، كندا، كل القارة الأوروبية عندك روسيا، اليابان، كوريا جنوبية، أستراليا ونيوزيلاندا هذه هم الدول المتقدمة من هي الدول المتخلفة؟ أمريكا الوسطى كيف نقولك أمريكا الوسطى؟ المكسيك، باناما، كولومبيا هادو دول يجيين بين أمريكا الشاملية وأمريكا الجنوبية دول متخلفة صحا، أمريكا الوسطى والجنوبية مما أمريكا الجنوبية متخلفة قارة إفريقيا، دول العربية ومعظم دول أسيا هادو هم الدول المتخلفة ركز هذه المصالحات دلهم مخاططة عندك في الدار وحفظهم ورجحهم ورح يلقيك الفيديو تالدرس الأول تالتاريخ تالتالجغرافيا تتقدم والتخلف مفصلا كاملا قريتي واحد دي يقرر أكثر من أستاذ آمين وخلنوا أستاذ آمين بصحتك وسأمشكيش تلقاه وفي أفرقون سالة